أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج سر الإنجيل حينما خلق الله الإنسان يقول الكتاب أن الله رأى حسن جدا ثم سقط الإنسان ثم أعطاها الله عطية البر ثم اختار الإنسان طريقه ورجع الله حزن ولكن بعد الفلك حدث شيء لم يكن موجود منذ قبل الكتاب ما قالش أن الله لما كان بيشوف الإنسان كان بيحس بالرضا والراحة دي ما حصلتش غير بعد الطوفان لما نوح خرج من الفلك وبنى مسبح وقدم زبيحة يقول الكتاب أن الله تنسم رائحة الرضا رائحة الرضا دي تعبير ما كانش موجود قبل كده وظهر بعد كده أن رائحة الرضا دي لها حكاية في الكتاب المقدس دي اللي هنشوفها في حلقة النهاردة بعد فاصل قصير لسنا نعلم كيف انقضت أسابيع وأيام وشهور هذه السنة التي عاشتها عائلة المبررين في كنيسة الفلك سمانية أنفس خلصوا بهذه المعمودية المبكرة جدا في عمر الإنسان التي جدد بها المسيح الخليقة والحياة تفاصيل كثيرة واختبارات لا تسعها الكتب كانت تحكيها الأيام والليالي وبالتأكيد نوح البار كان يلحظ ويسجل في نفسه وقلبه هذه الخبايا التي قال عنها المسيح فيما بعد إنها أسرار ملكوت السماوات التي أعلنها الله لأطفاله مواليد الكنيسة أطفال الملكوت ولكن بعد خروج نوح من الفلك قرأنا عن شيء لم نسمعه في العهد القديم لا قبل الفلك ولا في أي قصة عبادة جاءت في العهد القديم يقول الكتاب وبنى نوح مزبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المزبح فتنسم الرب رائحة الرضا ما هذا؟ ماذا حدث للأرض؟ ماذا حدث للإنسان؟ ماذا جرى للمزبح وللزبيحة؟ ماذا صار في السماء؟ حتى أن الرب تنسم رائحة الرضا كأنه يقول عن بشريته التي جددها هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وتنسم الرب رائحة الرضا يعني إيه رائحة الرضا؟ وما هي رائحة الرضا؟ سوف نقرأ بعض الكلام في العهد الجديد عن هذه الرائحة التي تنسمها الله وهي بدون مقدمات للدخول مباشرة في الموضوع هي رائحة المسيح الزكية بحسب كلام بولس الرسول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا هل تصدق أن هذه الزبيحة الطيبة صعدت إلى الله حينما بنى نوح المزبح وقدم زبائح تنسم الله رائحة المسيح الطيبة رائحة الرضا هذه زبائح بعد الإيمان وبعد المعمودية هذه زبائح وتقدمات وقرابين الخلاص العجيب أنها تصعد من الإنسان ومن حياته ومن مزبحه ومن تكريسه ومن تقديم نفسه إلى الله رائحة طيبة كورنسوس الثانية إصحاح 2 وآية 15 شكرا لله الذي يقودنا في موقب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لكن الكلمات اللي جاية دي أدعوك إنك تنقشها في أعماقك ووعيك الروحي كله لكي تفرح فرحة لا تخطف منك أبدا كورنسوس الثانية اتنين خمستاشر لأننا رائحة المسيح الزكية لله لا كتير كده كتير لو كنا احنا اللي عملناها لكن لما المسيح ينسكب ويضع نفسه لأجلنا قرباناً وزبيحة لا يحدث أقل من هذا أبداً أنا أستمسك بهذه الكلمة وأقول لنفسي سدق وآمن إن المسيح عمل كده لأنه في الحق كلام لا يصدق ولكن كل من هو من الحق يسمع صوتي زي المسيح ما بيقول تاني لأننا رائحة المسيح الزكية لله شيء عجيب يا إخوة دخل حياتنا وملأ وملأ حياتنا وعبادتنا وكنيستنا برائحة سرور رائحة الإبن الإبن المبارك ابن محبته التي يريد الله أن يتنسمها وأن يراها كل حين ويقول عنه وعنه هم دول ولادي هم دول إخواتي الذين أسر فيما بينهم يعوزني الوقت لأن هذا حق هائل ولكني أريد أن أحوم حوله لأجعلك تحس به في قلبك سوف تغير مفاهيمك بالجملة عن نفسك وعن علاقتك بالمسيح وعن محاولاتك لإرضاء الله وعن سعيك لكي تحسن نفسك أمام الله وأمام ضميرك أرجو أن هذا النور الذي سنطلع عليه اليوم يكون له تغييرا جوهريا عميقا في قلب كل إنسان يسمع ويؤمن به لأننا رائحة المسيح الزكية لالله ولكن لا يمكن أبدا أن نقترب من هذا الموضوع ولا نقرأ كلمات الرسول في الرسالة إلى العبرانيين عبرانيين عشرة وآية 11 أقرأها لكي نفهم ونعرف ماذا حدث لنا بموت المسيح وقربانه وكهنوته لأجلنا عبرانيين عشرة 11 وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الزبائح عينها اللي هي دبائح العجول والبهائم بتتقدم على طول كل يوم التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطي مش ممكن هذه الزبائح لا تستطيع البتة أن تنزع الخطي أما هذا اللي هو يسوع ملك المجد فبعدما قدم عن الخطايا زبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداؤه موطئا لخدميه لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين شفت إحنا حصل لنا إيه زبيحة المسيح خلت إسمنا المقدسين وقربان المسيح القربان الواحد خل المقدسين كاملين إلى الأبد هذا موقف لن يطرق عليه تغيير بسبب المسيح لأ تاني بقى تاني لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين ويشهد لنا الروح القدس أيضا لأنه بعدما قال سابقا هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أزهانهم يعني إيه يا رب يعني هخلي قلب الإنسان وزهن الإنسان الإنسان العميق الجواني اللي بتطلع منه الحياة كلها قانوني ونواميسي وأفكاري محفورة ومنقوشة فيه هخلي ولادي لهم طبائع وسجايا هي سجايا المقدسين المبررين له كل المقد أذكركم بنعمان السورياني اللي بعد ما اعتمد فيه نهر الأردن وقاليشا اقترح عليه إنه يشاور على معمودية المسيح بإنه ينزل يستحمى في المياه سبع مرات أي أن المياه بلغت مبلغ النفس زي ما بيقول المياه المياه قد اجتنفتني إلى النفس ده يونان النبي دي مياه المسيح ومعمودية المسيح لما خرج بقى في قلبه نواميس نواميس يعني قوانين بقى في قلبه طباق طبيعة وساجية تانية فراح يقول للأليشا على فكرة أنا ما عدتش هازجد لإله ولا عبد إله غير الرب أبدا في حياتي وهبني مسبح للرب بس ليه طلب صغير ممكن تدوني شوي الطراب من الطراب المقدس اللي تحت رجلكو ده عشان أبني بيه المسبح يا يا نعمان انت حصل لك كيف عقلك يا نعمان انت جايب دهب وفضة وسياب غالية وانت راجع عايز تحمل طراب مقدس قال عشان أبني مسبح للرب ومش هزجد غير الرب وأجعل نواميسي في أزهانهم وأجعلهم يس أنا عايزك تتطمن خالص من جهة عمل المسيح الذي بقربان واحد أكمل المقدسين إلى الأبد وأجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أزهانكم أزهانهم طب والخطية طب والتعدي طب والأخطاء والعيوب هيرد عليك يقول لك خطية إيه وعيوب إيه تقول له بتاعتي يا رب يقول لك أنت تقول له آه يقول لك لا مش فاكر وخطاياهم لا أزكرهم ولن أزكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطية طالما الخطية اتغفرت واتسطرت الله ليس محتاج إلى طردية خلاص بقربان واحد قدمه المسيح أصل على فكرة كتر الزبايح اللي كانت في العهد الأدين كان معناها أن الخطية ما تحلتش كان معناها أن الخطية لسه موجودة صح لأنها لا تقدر البتة أن تنتزع الخطية أما المسيح بكهنوته بقربانه فبقربان واحد أكمل المقدسين إلى الأبد فالله لم يعد محتاجا إلى طردية مجدا لله وتنسم الرب رائحة المسيح الزكية ثين دي كورنسوس الثانية اتنين خمستاشر لأننا رائحة المسيح الزكية لله وإنما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطية يحكى أن شابا قضى حياته في الاستهتار والاستباحة وكانت أمه القديسة الطاقية تبكي عليه إلى أن قاده رفقاء السوء أن تورط في جريمة فتنة وقتل وهذه كانت عقوبتها النفي في جزيرة كانت تدعى سايبيريا لما حكم وصدر القرار الملكي كانت توقيع الملك ونص قراره على هذا الشاب عفوانا مستحيل لأن كان بعد الحكم بيقدموا الحكم للملك عشان ينظر فيه ييعفو يخفف يقايد فالملك كتب كده عفوانا مستحيل يذهب إلى سايبيريا يعني الحكم يتنفذ أمه راحت عند القصر الملكي وصامت وأعدت قدام الباب ليلا ونهارا تطلب مقابلة الملكة وحكت لها الأمر وحكت لها لوعتها أن يموت وحيدها بهذه الطريقة فالملكة طلبت من حامل أختام الملك قالت له لما الملك يوقع ويختم قراره ابقى وريني النص مكتوب فيه فجاب لها الحكم وقال لها أن الملك رفض العفو ورفض التخفيف فبصت في الورقة لقيت الحكم مكتوب كده عفوانا مستحيل يذهب إلى سايبيريا فجاءت بعد كلمة عفوانا ورحت حط نقطة ليه لأن بعد هذا القرار لا يعاد النظر ولا فيه أي طلبات تقدم تاني فحطت نقطة بعد كلمة عفوانا ودت حامل أختام الملك القرار الملكي قالت له روح نفز فلما ذهب إلى جهة التنفيذ كان مكتوبا هكذا عفونا نقطة مستحيل يذهب إلى سايبيريا بقى هي نقطة تحطها الملكة تغير المصار كده وقربان قدمه المسيح ما يغير شي مصار نا البئيس ما يغير شي حكمنا النافذ وخطاياهم لا أعود أذكرها طب أنا أعمل إيه بقى قال بس أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أمين